موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباراة من مسابقة AirThings اللي فتلاعب دلوقتي فيها ماجنس فيها دوبوف فيها ماكسيم لاجراف فيها ناكامورا فيها ليفن ارونيان يعني احسن عشر على العالم موجودين فيها وناس تنين الممتع ان دوبوف اللي احنا لسه جايبينه من شوية هو بيقطع وزير الدفاع في المطش اللي كان من حوالي اسبوع نزلته على القناة بقى سيبلك اللينك في الديسكريبشن وبيضحب وزيره بمنتهى الشياكة والاناقة يغلب ماجنس في هذه المسابقة مرتين بمنتهى الشياكة والاناقة برضه ده اول مطش في المكسبين والمطش التاني ان شاء الله برضه هنزله تعالوا نشوف المطش اخباره ايه بدون كلام كتير انا تعبت جدا في المطش ده عايز اقولك ان الموتوش القديمة اللي انا بنزلها عموما ممكن اخش ادور على كذا فيديو لقنوات كبيرة محللها فيبقى سهل عليك ان انت تعمل فيديو بتحليلات هذه القنوات يعني تاخد منهم تحليلات جنب التحليلات بتاعتك لكن المطش ده تحليلاته على النت وليلة جدا فانت يعني انت عادت تحلل انت بقى والانجين ومع نفسك وكده فاخد مني مجهود اتمنى جدا ان الناس تعمل لايك للفيديو والاول مرة تشوفنا اشترك في القناة والكلام كتير بلاش ويلا بينا على الجيم يبدأ الجيم ب دي فور من دوبوف نايت اف سيكس من ماجنس سي فور اي سيكس نايت اف ثري دي فايف كوينز جامبت ديكلايند يعني لسه مش هيقبل البيدق بقى جي ثري اختار انه يفنك تلفيل لا بيض بلالما يطلع بالحصان التانية يلعب شيء تقليدي هو يلعب بشكل محضره وماجنس يديله كش من هنا لو طلع بالحصان هنا دخل في شكل نيمزو انديان معروف وممكن في لقطة من لقطات يكسر ويجوز البيادق فالكش دي معمولة علشان لو طلع بالحصان من سي ثلاثة في لقطة من لقطات يكسر ويعوجله بيادق ويلعب بشكل بوزيشنال عشان كده دي بوف يطلع بالحصان من دي تو عشان ما يعوجش بيادقه وفي نفس الوقت النقلة دي مش حلوة قوي علشان الحصان لما طلع من هنا خسر انه يضغط على مربع دي فايف لان الافتتاح عموما بتاخد حاجة وبتسيب حاجة انت مش عايز بيادق تتعوج يبقى انت تطلع في الحصان من دي تو عايز بيادقك تتعوج بس تسيطر على السنتر اطلع من الاسيتة لتواها كذا بتاخد حاجة وتسيب حاجة تبيت بشيب جي تو بي ستة عايزين نطلع الفيل الجميل لانه مقفول عليه نطلع من هنا ولا من هنا نشوف تبيت بشيب بي سيفن ده لعب كله معروف نايت اي فايف نقلة جميلة علشان بتمنع بيادق في بيادق دلوقتي خلاص واخد بالك ماينفعش عشان الفيل هيقع اي فايف نقلة من ماجنس مختلفة شوية لكن اذكرها ان الحصان ده ممكن نطلعه من هنا لو تسمح لنا يعني كانوا من انواع التغيير باخد مساحة على جناح الوزير ممكن نلعب بها قدام لو قدرت اعمل كده في كده وزوق البيدق ده الحد هنا في الاندي جيم ممكن البيدق ده يساعدني وهو في ال اي ثلاثة كوين سي تو يمكن بيحضر لل اي فور عينه على مربع ال اي فور اي فور مكمل وروك دي وان بيقولك في الداتاباز هو جيم واحد بس اللي في الشكل ده ملعوب وبعد روك دي وان احنا بنلعب جيم جديد خالص عشان تلعب بطل عشان تكسب بطل العالم حاول تخش معاه في شكل ما تلقابش قبل كده بس مش شكل اي كلام شكل محترم انت درسه عندك في افكار علشان يبقى دماغ لدماغ واللي فايق بقى هو اللي هيكسب واخد بالك بشب دي سيكس يرجع عايز الفيلين بتوعه ايش عايز يكسر فيل ودوبوف هنا ياكل بيدق في بيدق وماجنس ياكل بيدق في بيدق طيب لو اكل بالفيل هل دي اكلة حلوة بحيث يبطل سايب فيل ومفتوح علشان اي فور خدنا السنتر بصي جمال السنتر بتاع لابيض بيقولك اللي بيتحكم في السنتر بيتحكم في المرش كله زق زي دي مدية تفوق واحد ونص للابيض يرجع يطلع يطلب الفيل التاني يزق عليه ياكل ويربط بحيث لو اكل اكل يبقى طلبه وطالب ياكل بيدق في بيدق ياكل بالبيدق يخش كده ويطلب ويبقى وزنه الجناح الوزير وجم يبقى قوي جدا بالنسبة للابيض دعونا نعود من ذلك ماذا لو اكل بالحصان بدل ما ياكل بالفيل نفس الافكار تقريبا بس مع شوية تغيير لو زقنا دلوقت الزقة دي هيخش بتمبو على الوزير فاحنا مشايزون يخش بتمبو هنزوق كده وبعد كده بنحضر للإي فور يطلع بالحصان التاني نكسر ونلعب هات بقى لو سمحت حصانك وحشان ده رايح فين لو رجع هنا ازوق اقفل على الفيل لو رجع هنا ازوق اخد حتة الجيم باس تقريبا يعني خلاص تفوق ثلاثة يعني حتة اذا هذا النقل سيء ولذلك مجلس لعب بالبيدق اوكي دانيال دوبو فيلعب النقلة الجميلة دي متقدرش تاكل علشان مربوط واحد يقول لي ايه يا عم مربوط طب ما هو حتة قصات حتة لا لو كانت ياكل هات الرخ يطلع بالرخ هنا مثلا يقول له هات فيلك وعنده نقلة هنا جميلة جدا وقف الفيديو وفكر ممكن يتلعب ايه في الشكل ده وبدام وقفت الفيديو واقع تنسى تعمل لايك اعتبر ان انت رجعت النقلة القوية الجميلة اللي تديك تفوق موقفي نايت سي سي سيكس عشان لو مكالتش هاخد فرق طب لو كانت فيل جامد جدا منع الرخ تلعب في مكانها الطبيعي منع الرخ تيجي على الفيل ما بيتزقش اصلا الوزير اصلا بعافش يطلب الفيل يعني ما الحصان مش عاف يطلب الفيل وضع صعب قوي ده غير ان طاك طاك جاي في السكة والدنيا بقت وحشة تفوق ثلاثة عشان كده مجنس ما اكلش الحتة طب ما انا عمل ايه؟ قال لك لاب اتش ستة عشان ما يربطنيش ماشي فانطلع من هنا ما هو محتاج يطلع طلع من هنا روك اي ايت ضاغطا على السنتر بشكل غير مباشر يعني بيحط الرخ على اوبن فايل منطقي بس اخد بالك ان النقلة زي دي بتضعف المربع ده في لقطة من اللقطات يعني كل حاجة زي ما قلتلك لها عيب وميزة دوبوف يجيب الرخ التانية على الفايل المفتوح وكل قطع دوبوف بتلعب تفوق طفيف للابيض سبعة من عشرة طيب وهنا ماجنس يلعب حصان اي ستة شمعنا حصان اي ستة يعني يعني ليه مش حصان من هنا يعني والتشالنج الحصان رجيتنا من ده قالك لا حصان هنا بيقول نايت في بيدا حصان في بيدا هات وزيرك هتفهموا ليه الفكرة ياكل ياكل كيش يمشي نرجع الماتيريال بتاعتنا طيب فوق اتنين وشوية للابيض طيب هي دي ما كانتش مسموحة من نايت اي ستة اه مش مسموحة ليه؟ عشان نايت هات وزيرك ياكل عادي فيل في فيل ياكل عادي ومفيش حصان بكيش عشان مفيش حصان هنا واقف مانع حماية البدء بالوزير حصان واقف هنا دلوقت مش واقف في الدي سيفن اذا نايت اي سكس بيست موف يا ماجنس مية مية بطل عالم لازم يلعب نقلة نظيفة طبعا اي ستة يمنعه من انه نطله بقى ويقرفه وبعد بشب اف ايت الحصان ميشي من الربطة بقى افكار ضغط على هذا البيضة وفي نفس الوقت بيدي الماجنس اغراء ما تلعبلي يا ماجنس جي فايف وتزنقلي لايه الفيل ده عارف يا ماجنس لو كنت لعبتلي النقلة دي هعمل فيك ايه حصان في بيدق برضه جامدة اوي يا ماجنس اكل وحط الفيل هنا الكمبيوتر مدي قصاد التضحية اللي قصاد بيدق يعني حصان في بيدق بس كده مدي اكوال عارف يعني انت بقى مضحي تطعة والكمبيوتر مديك اكوال ان انت موقفك حلو جدا الفيل بيلعب الوزير هيلعب في المربع بتاع الاف فايف الضعيف ده الحصان احتمالي يلط على المربع الاف فايف الضعيف ده جيم هيبقى صعبة اوي 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 على الليسود بدون دخول في تفاصيل عايز تحط البيزيرسن ده وتقعد تحلل فيه براحتك اتفضل وتبقى مستفيد جدا من انا بقوله تعالا ما نخشش في تفاصيل اكتر في التضحية دي ونكمل الجيم ماجنس بطل العالم ملعبش طبعا النقلة دي ولكنه لعب النقلة الاكتر منطقية الا وهي اما اخلص من البيدق المتأخر ده واضرب السنتر وفي نفس الوقت البيدق ده حماية لهذا الحصان اخلص منه دوبوف يلعب نايت اف فايف مربع ضعيف يخش فيه ويمكن بقى يعمل شوية ايه تضحيات بتاع حسب ما الموقف يقوله لان دلوقتي الفيل والحصان بصين على هذا المربع بتاع الاتش ستة بيدق في بيدق وما يكون طبعا لو كان اكل ما يقف متعادل جدا وما فيهوش حاجة حتى الكمبيوتر مدت فارج لكنه اختار انه يخش بحصانه ويقوله لو سمحت هات وزيرك او اديني الفيل لا بيض ماجنة في الحقيقة مرداش يدي له الفيل لا بيض ده لكنه لاعب كوين دي سيفن خلينا نشوف لو كان الدلول فيه لا بيض ما هو الوضع هنا بقى عندك نقلات كتير ممكن تفكر فيها احد النقلات دي لو حط الرخ على الفيل تلعب ايه؟ قالك والله الجيم هيتكسب على الهادي اكل البيدق ده ادي بيدق وضغط هنا والبيدق ده هيقع يعني الجيم مش هيبقى حلو ما انت بادام اخترقت الخصم في نقطة معينة في الرؤعة هتجيب منها تفوقات فماجنس مرضاش يخش الدخلة دي لعب كوين دي سيفن ودو بوف يلعب بيشب ايتش ثري بقى افكار كيش واخد وزيرك نقل اجام ده الفيل اللي كان ميت بصص هنا مش حايف يتحرك مرة واحدة بقى وحش بس فيه خرم صغير الا وهو ان الحصان ده لو ضغط مش بكيش الوزير يأكل الفيل فالفيل طالع قب تهديدات لكن برضو الحصان مربوط دلوقتي ماجنس لعب كينج ايتش ايت بفكرة ان احتمال ابقى ذوق عليك لما تمشي ابقى اخد فيلك ومعادش انت دلوقتي بتكشف بايه بكيش انها لدي شكلها قوية جدا كينج ايتش ايت دي الا انها للأسف مش كويسة انا عايزك توقف الفيديو وتاخد وقتك وتشوف ممكن نلعب ايه دلوقتي ليجد لنا تفوقات جيدة جدا للابيض وقف الفيديو يا معلم ومش محتاجة اقولك بدام وقفت الفيديو ما تنسناش في اللايك ولو ما اشتركتش في القناة انزل دوس على اشتراك او اه زر الاشتراك ولو من اللابتوب بتتفرج هتلاقي علامة صغيرة عيدك اليمين تحت مكتوب عليها سبسكرايب دوس عليها تلاقيك الزرارة عطول تقوم دايت عطول اوكي اوكي هعتبر ان انترجعت احسن نقلة في هذا الموقف نايت اي فايف هات وزيرك المشكلة الحائجة ان الوزير دا ما بيروحش في حتة اخوانا الوزير دا تعال بص ممكن يروح فين كوين دي ايت مثلا كيش وخدناه بس الالطف من كده ان احنا مش هناخده يهرب هنا مثلا تقوم لسع كش من هنا ياكل تقوم لسع كش من هنا يوم بغطي النقلة الوحيدة تقوم واكل عايز مات في واحد ومتتحمش غير من خلال هذا الحصان يجي هنا يحمل مات توم واكل توم ادي له كش لو جاه هنا ياخد مات في واحد طب لو جاه هنا وقف الفيديو وشوف ممكن تلعب في الموقف ده هعتبر ان انترجعت نقلة قوية جدا عايز مات في واحد طب يا عم ما بيأكلوا ما هو بدام اكلوا يبقى فتح شغل الوزير يبقى الكش دي مات ايه رأيك؟ حاجة ممتعة جدا طيب ماذا لو؟ ذهب الوزير الى الاي ستة مثلا بفكرة انك لو كلت دلوقتي هاكل ايه؟ فيلك؟ لا كش مات يا معلم يبقى كوين اي سيكس غلط برضو ومالا رفن بالوزير ده اجد عان اجي هنا طيب نفس الافكار كش يعجي كده كش يلا والزيز وراح والدنيا بازد والله يا باشا انت حيرتني اجي فين؟ يعني ما اجيش في حتة اخلص من الحصان اللي عمل لك الروشة في دماغك ده وهو ده اللي ماجنس عمله رخ في ايه؟ الحصان يأكل بالفيل وينط بالحصان الجامد بتاعه يأكل يأكل الحصان بتاعه بيشب تكس دي فور خدنا بيدق في السكة خد بالك ان يدوبه في دلوقتي يبقى معا ماتيريال والكمبيوتر من دوله تفوق اتنين ونص هات الوزير بتاعك الوزير ميشي هات الوزير بتاعك الوزير ميشي والمالك ميشي من وش الفيل علشان كان فيه وزير في بيدق بكش جامدة ما يقدرش يأكل علشان كان هيبقى مربوط يصحة للكلام النقلة دي بيستموف ما فيش هلا هي اول نقلة على الانجين كينج اه اتش سيفن نقلة قوية نقلة دفاعية قوية ماشي وهنا دوبوف يلعب نقلة جميلة جدا كفاية توقف للفيديو علشان ما توقفش الفيديو كتير وتزهق لكن لو انت حابب دلوقتي وقف وقف النقلة اللي لعبها بيشب تيكس نايت ليه النقلة دي حلوة مش هيكل بالفيل ويبقى عايز الوزير بيدق بكش ايه جدعان قلك لا ما تماسو اخذ بالك من التاكتكس ووزير ف الحصان ما يقدرش ياكل علشان وزيده هيروح وبالتالي لاโكول بالرخ لاياكل بالحصان وماجنس اكل بالحصان queen f3 ماجنسidée دلوعاتي ay معدئ تين ونص الخصم معه اربعة واربعين ثانية اللي هو دوبوف يعني معه اربعة واربعين ثانية فدي مش ادقة حاجة انك تيجي في وش مين الفيل كده كان ممكن تيجي هنا وتكمل افكارك واول ما صاحبنا جي كده مجنس امزاق على طول يشغل مين الفيل وقام صاحبنا دوبوف قال له وانا موافق كسر اخد في النقلة دي عشر ثواني وما قال له طاك انا موافق بفكرة انك لو كنت وزيري اكل وزيرك ولو انت كنت رخي الرخي بتاعتك يا معلم متعلقة هات تفوق سابعة للبيض طيب دوبوف في وقت قليل جدا بيجيب نقل قوي جدا وهذا اندالة فعناما يدلع ان هذا الرجل لاعب قوي جدا مجنس يهرب من التكسير مش عايز يكسر يقول له بالله عليك ما عايش انا نص دقيقة وانت معاك دقيقة ونص تعال انكسر لا مش هكسر انا عايز مات اف ثري منع المات هات يد وزيرك يد مشي هو بالك بطل العالم انت بترعب وسط بطل العالم معاك تفوق لكن ما انتش عارف تترجمه عشان هو بيجيب نقلات جمد قوي فعلا مجنس لاعب قوي وكل نقلة بطلب وكل نقلة صعبة الوقتي لو انت خدت بالك بعد ما اخد الفرق كل نقلة المجنس لو انت خدت بالك او عشان الناس بت يعني فيه حد كان بيترعق في الكمنتس اما قال لي ماجنس ده عضلة مش بنا ادم ماجنس كارلسون اوكي بتزعله ورش يا كل بص من اول ما اخد الفرق لو انت خدت بالك كل نقلة بطلب هات وزيرك هات وزيرك هات وزيرك مش عايز يكسر هات وزيرك برضو مش عايز يكسر وهات مات هات وزيرك يعني اخد بالك ان تسعين فمئة من النقلات بطلب ودلوقتي هات حسانك اخد بالك انت من الطحن لو لعب مش تقيل هيتعب هيوقف قدامه مفيش اللي المربع ده رجع فيه هات الرخ لعب كده حمر رخ وطلب الوزير اما الوزير رجع في الجي سيفن حاملنا الارخاخ زقع الحصان الحصان رجع الحصان دخل يطلب الرخ وهنا من فضلك وقف الفيديو وفكر ممكن تلعب ايه دي حاجة مهمة وقف خد وقتك اعمل لايك واخد بالك انت ازاي اشترك في القناة يا ستا وتعالى هاعتبر ان انت رجعت اي لاعب من لاعب الشطرنج ايده اول ما يلاقي السابع فاضي ينزل في سبعة لكن ده دوبوف لو نزل في سبعة دلوقتي النقلة دي قاتلة الحصان مربوط وهيتاخد وتفوق اتنين للسود طيب دوبوف على فكرة معه ستة وعشرين ثانية في النقلة ده ومن ستة وعشرين اخد تلتاشر ثانية علشان يجيب النقلة الصح اللي هي دي ليه دي احسن نقلة قالك علشان لو ربطني دلوقتي انا محمي هو على فكرة مش ده اللي تلعب في الجيم يعني ما ربطوش بس لو ربطوا دلوقتي كل حاجة محمية مجنس لعب دي اكل البيضاء ساعتها بس نزل رق سبعة بفكرة لو جيت كده دلوقتي تربطني بقيت دي بكيش لما الوزير مشي اكل بقيت دي بكيش لما طلبوا ام فعلا واكل بكيش خلينا بس نرجع للجيم عشان يبقاش انا بقول اي كلام اكل بكيش فعلا والكنج طلع في الجي سيكس واحد يقول لي ما كان ييجي هنا يا معلم واخد بالك بحيس يبقى عايز الرخ وعايز الحصان مش دي نقلة منطقية النقلة دي غلط ليه غلط علشان تاكل الفيل عادي جدا يكلك عايز وزيرك تقول له ده تعالى تعالى كيش مات ما فيه اشغل انه يغط دلوقتي وكيش مات اذا النقلة دي هي اللي صح والنقلة دي مش صح جميل رخ سوابع كيش طلع طيب افرد ما كانش اداله كيش افرد كان اكل دلوقتي على طول مثلا ايه اللي ممكن يحصل مات في تلاتة كيش كيش مقدرش يجي هنا اصلا ياكل كده كيش مات طيب كيش طلع اكل دلوقتي ليه ما نقدرش ندي نفس المات في تلاتة يعني ما هو كده برضو مات في تلاتة طيب وقف الفيديو بقى عشان احنا دي اخر حاجة في الاخر التوقيفة في الفيديو وقف الفيديو وشوف انت معاك تكسبك دوبوف معاك 28 ثانية يا اخوانا هل هتعرف في 28 ثانية من دلوقتي حالا تجيب البست كومبينيشن انا هعتبر ان انت رجعت sorry كيش يطلع يا لهوي ده مفيش الكيش دي عشان دلوقتي البدء مربوط طب وبعدين ايه الصح الصح ما ينفعش يجي هنا اصلا يرجع هنا كيش مات جيم من امتع ما يكون انا ما عرفش اخدت قد ايف تحليل هذا الجيم لكن ما كانش ينفع يتقالي الجيم الا بالمدة اللي اتقالت فيها واني اقول لك كل حاجة وتستمتع بالجيم نفس الاستمتاع اللي انا اخدته اشكركم بشدة على حسن المتابعة واشوفكم ان شاء الله في الجيم التاني اللي برضو ديوبوف غلب فيه ماجنس والدال وكش مات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته